من الذي أنذر في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيام العربية الأخلاق العربية والتي برزت وعظمت وتجلت وانكشفت في أبهى حللها وأجلى وأبهى مناظرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين يوم حنين هذا كان بعيد فتح مكة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأسلم كثير من أهلها وسموا بعد ذلك مسلمة الفتح ولكن كان يعني هذا كانوا أسلموا قسرا في الأول أسلموا وهم كارهون ثم بعد ذلك جاء جاءت غزوة حنين فلما كان في يوم حنين كانت الكرة للكفار على المسلمين في أول يوم ففر المسلمون حينئذ فارح بعض المسلمين يوم الفتح فارحوا ثم فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح على المسلمين فلما كان صلى الله عليه وسلم يفرق الغنائم كان من جملة من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما صفوان بن سليم صفوان بن سليم هذا أحد مسلمة الفتح يقول هو لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من إبل ثم أعطاني مئة ثم أعطاني مئة ثلاثمائة نقا قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من إبل وهو أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي وينبغي أن تفهموا وأن تضعوا الكلام على مواضعها لا تحسبوا أن الناس فارحت بالإسلام لأجل ما ينالها من الخير بسبب الإسلام لا إذن لو انقطع الخير عنهم نرتدوا هذا كان يكون في ابتداء أمرهم ولكن الشيام الحسنة الشجاعة الصدق الوفاء الكرم هذه أمور يحبها الناس وإن لم تكن العائدة عليهم أنت تحب الشجاعة تحب الوفي وإن لم ينلك منه شيء لكنك تحبه لأن هذه الأخلاق هذه الشيام يحب لأجلها الناس فهكذا كان يقع للناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذلك كان قال أنس رضي الله عنه كان الناس تدخل الإسلام ما تريد إلا هذا الاتساع ثم بعد ذلك يصيرون يبذلون يبذلون ويبقى عليهم إسلامهم فأعطاه وأعطاه وأعطاه لما كانت تلك الكرة وقعت على المسلمين وفروا صح أبو سفيان قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر يعني هذه جريتهم لن يوقفهم إلى البحر وقال أخو صفوان بن أمية لأمه أخوه لأمه قال اليوم بطل السحر فماذا قال صفوان بن أمية الذي بدأ يتأثر وإن كان وازال لكن بدأ يتأثر لما قاله أخوه لأمه ما قال قال أسكت فضى الله فيك والله لئن يا ربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازين يا ربني يعني يكون ربا لي يكون أميرا لي يكون حاقما علي رجل من قريش أحب إلي أن يكون الأمير علي رجل من هوازين ثم أي رجل هذا الذي هو من قريش محمد صلى الله عليه وسلم هذا أحبه أحبه فهذا أنا قلت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لما سئلت عن خلقه كان خلقه صلى الله عليه وسلم في القرآن لتفهم إذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم فانظر القرآن كل خلق حسن كان رسول الله يفعله بل ويفعل منه العجب وكل خلق قبيح كان رسول الله أبعد الناس يعني من كان هكذا كان خلقه القرآن هذه الغزوة حنين كان فيها شيء طريف يرجع إلى هذا الذي نتحدث عنه لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس كان من جملة من حضر ثلاثة من سادات قومهم كلهم من مسلمة الفتاة كلهم حديث عهد بإسلام عينة بن حصن سيد بن فزارة والأقرع بن حابس سيد بن تميم والعباس بن مرداس سيد بن سليم كل واحد منهم سيد في قومهم وكلهم كانوا يتنافسون السؤد وكان آباؤهم أيضا يتنافسون السؤد فيما بينهم فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم أعطى عينة بن حصن مئة ناقة وأعطى الأقرع بن حابس مئة ناقة وأعطى العباس بن مرداس أربعين أو خمسين وستين ناقة أني أعطاه دون صاحبه ما هذا ما يمكن يقبله يعني إذا قبل اتضع لن تقوم له قائمة بعد أبدا كيف النبي صلى الله عليه صاحبه فقام يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرعي وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع وقد كنت في الحرب ذات درائن فلم أعطى شيئا ولم أمنعي عجب هذا عجب يقوله أتجعل نهبي نهبي يعني قسمي حظي والنهب العبيد العبيد اسم فرسه بين عيينة والأقرعي دونهما دون ما أعطيت لعيينة من حصن ولأقرع من حابس وما كان حصن ولا حابس يعني ما كان حصن الذي هو أبو عيينة ولا حابس الذي هو أبو الأقرع يفوقان مرداس الذي هو أبي وما كان أبو فلان وأبو فلان يفوقان أبي في المجمع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما أبي ليس دون أبي حصن أبي عينة ولا أبي الأقرع ولست أنا أيضا دون عينة ولا أقرع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي اليوم إذا خفضتني لا أرتفع أبدا وأنت تخفضني إذا أعطيتني دونهما وقد كنت في الحرب ذات درائن كان لبلاء الحسن في الحرب فلم أعطى شيئا ولم أمنعي هذا الذي أعطيتني ليس بشيء لكن في الوقت نفسه لم أمنع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكمل له المئة وأن يجعل مثل صاحبه لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أكثر منها لمسلمة الفتح وأكثر منها لحديث عادي الإسلام وأعطى منها بعد فقراء المهاجرين ولم يعطي للأنصار شيئا فوجدوا في أنفسهم ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة وأسلم قومه سيتركهم إلى قومهم ويفضل قومهم فأعطاهم وتركهم أعطى قومه وترك الأنصار فجاء آتين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوله الأنصار فقال اجمعهم لي ولا يكن معهم أحد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب السير إنه قال لهم شيء بلغني عنكم عن لعاعة وجدتم في أنفسكم لأجل لعاعة اللعاعة هو شيء من الأذى يكون على طرف اللسان فيقذفه الإنسان يلفظه هذه الأموال هذه الأمواج المتراكمة من الغنائم التي فرقها النبي صلى الله عليه وسلم يسميها لعاعة هكذا تفعل أعطيتها فلان وفلان وتركتكم ثم قال ألم أجدكم ظلالا فهدكم الله بي فقالوا بلى ألم أجدكم أحداء فألف الله بي وجاء وشرع يعدد عليهم ممتد الله به عليهم بسببه صلى الله عليه وسلم فبكوا حتى ظلت لحاهم من البقى وهم في كل ذلك يقولون بي المنة لله ولرسوله فلما أقر بذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم لو شئتم أن تقولوا لقلتم ماذا تقولون لو شئتم أن تقولوا لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم جئتنا مطرودا فأويناك وجئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا كذا وهم يبكون ويقولون بل لله المنة ولرسوله ثم قال صلى الله عليه وسلم ذكر تلك المنقبة العظيمة لهم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكتوا ودي الأنصار اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار قاله أما يسركم أن يرجع فلان بالشاء إلى رحاله والآخر بالبعير إلى رحاله وتنقلبون برسول الله إلى رحالكم فوالله يعني من قلبتم به خيرهم من قلبوا به جميعا وادرك الناس وهذا إدراكا عظيما جدا وكانوا يعطون عطاء أيضا عطاء من لا يخشى الفقر لا ذكرت مرة عائشة رضي الله عنها صائمة وليس في بيتها شيء تفطر عليه فأتيت بمال مئة ألف ففرقتها قبل أن تغيب الشمس وهي صائمة مئة ألف تفرق فقالت لها أم ذرة خادمة لها أما عرفت ما قدرت لما فرقت هذا الذي فرقته أن تبقي درهاما تشتري به لحما تفطر عليه فقالت لو ذكرتيني لفعاد لا لا تذكر شو أم الدنيا هذا ذكرت مرة أن أباك نضي الله عنه تصدق بماله كله أبو عمر يتصدق بنصف ماله عبد الرحمن بن عاوف يتصدق بكذا وكذا من المال ساعد يريد أن يتصدق بثلثي ماله فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن تصدق بالنصف فيمنعه فيريد أن تصدق فيأذن له في الثلث ومع ذلك يستكثره ويقول له الثلث كثير هكذا كان هذا سلمان يقول له جئتنا صعلوكا صحيح جئتنا صعلوكا لما كان خارجا إلى المدينة بماله فلا شيء لك ثم الآن تخرجوا فقال أرأيتم لو أعطيتكم مالي أتتركوني أخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم فأعطاهم هاك المال ها هو الآن أنا خارج عنكم كما دخلت إليكم دخلت خرجت صعلوكا دخلتكم أتتكم صعلوكا فأنا خارج صعلوكا لكن يعني صعلوك صعلوك هذا في اصطلاحهم هو الذي لا مال له هذه ليست شتيمة ليست سبة إنما الصعلوك الفقير الذي لا مال له فأتت لكنني دخلت أتتكم صعلوكا لا مال له أتتكم صعلوكا لا دين له وأنا خارج مسلما فلما رأاه النبي صنقى ربح البيع ربح البيع أعطيتهم المال وربحت الدين وربحت الهجرة وربحت الصحبة ربح البيع إن الله اشترى من المؤمين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ربح البيع اشترى ربي اشترى ربي اشترى والصالحون باعوا بأن لهم الجنة هذا الخلق خلق البذل كان يسود به الناس لما كانوا في الجاهلية موية هذه مرأة حاتمين الطائي هذه من الناس من يقولوا كانت ملكة من الملوك ومنهم من يقولوا كانت من شريفات العرب وعقيلة من العقائل وكانت جميلة وغنية وأرادت أن تتزوج فقالت لا يتقدم إلي إلا الكفء فإن تقدم إلي غير الكفء جدعت أنفه قطعته قالوا فتحا ماها الرجال ما يأتيها أحد يخطبها يخافون من جدع الأنوف فتقدم لها يوما أوسو بن حارثة بن لان وزيد الخيل وحاتم وكلهم طائيون فلما دخلوا عليها رحبت بهم فسألتهم عن سبب زيارتهم فقالوا جئناك نخطب فقالت مرحبا بكم أكفاء كرام فأنزلتهم فرقتهم انتهنا 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 وأكرمتهم ثم أرسلت جارية لها في زي سائلة تسألهم فلما أتت زيد الخيل أعطاها نصف ما أتى به هو لا يعرف من يعطي لكن أعطا نصف ما جاء به ليخطب أعطاها الأمل الضعيف الفقيرة ثم أتت أوسو بن حارثة بن لام فأعطاها نصف ما أتى به ثم أتت حاتم من الطائية فأعطاها كل ما أتى به هذه واحدة فلما كان بعد قالت لهم يعني ليصف لي كل مرئ منكم نفسه حتى أنظر في أمري أيكم أختار فقام زيد الخيل فقال لها هل لا سألت بني نبهان عن حسبي عند الطعان إذا همح مرت الحدق أبيات ثم انطلق أوسو بن حارثة بن لام فقالها نحن أعرف من أن نخبر عن أنفسنا ولكن قد قال القائل إلا أوسي بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي في من قضاها فما وطئ الحصى مثل ابن سعدة في أبيات له ولا لبس النعالة ولا احتذاها ثم تقدم حاتم فقالها أماوي قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر أماوي إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر أماوي ما تغني الحياة أماوي ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ما يغني عنه الثراء إذا حشرجت نفسه وضاق يعني في النزع ماذا يصنع الثراء وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المالي قد كان له أفرو فالتفت إليه وقالت يا زيد أما أنت فقد وترت العرب دائما في الحروب والعرب موتورة منك وبقاء الحرة معك قليل وأنت يا أوس صاحب ضرائر والغيرة معهن شديدة وأنت يا حاتم فمحمود الخلائق كريم الشيم وقد زوجتك نفسي بسبب ملا وعاشت معه حياة الضنك والفقر مثل حاتم لا يمكنك أن تطمع أن تعيش معه في الثراء والرفعية هذا رجل يكلف كل ما في يديه بل إن لم يجد ما في يديه جاد بنفسه كان مرا في قبيلة فأسير ينتظر فداء فرآه فعرفه فقال يا حاتم فرآ حاتم قالوا إحق لماذا نادتي باسمي لو لم تنادي باسمي يا ليت كما ناديت باسمي الآن لما ناديتني باسمي واجب علي أن أن أفديك وليس عندما أفديك به هذا هو المشكل ليس عندما أفديك به فماذا فعل قال دعوا هذا القيد في عنقي أنا وأرسله هو حتى أفدأنا هذا لكن ما الذي وقع الذي وقع أن الموازين انتكست فصار معيار السؤدد الجمع للإعطاء صار معيار السؤدد الإحصاء للبذل بماذا كان بماذا ساد حاتم من الطائي ببذله أم بجمعه الآن المجلات الفلانية أغنى الأغنية في العالم أول واحد غنان خامس ثري في الدنيا ويسود عند الناس بهذا وهو حقيق أن لا يسود ماذا صنعت جمعت فأوعيت ما كانت الناس تسود بهذا ما كانت تسود بهذا هذا هذا سود هذا وما المشقة في أن تجمعه إنما المشقة في أن تبذل هذا الشاق ويؤتي وأن تؤتي المال على حبه على حب ذلك المال تقول هاك والمال محبوب في كل وقت زين للناس يحب الشاوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب وفضاء هذا الشيء المزين من الناس أبو جهل يقول للأخناس من الشريق أطعموا فأطعمنا يتنافسون في السؤدد بنوا عبد المنافين تطعم هم يطعمون وماذا يطعمون الواحد والثنين والثلاثة يطعمون موسم الحج موسم الحج كله يا معشر الحجيج أكلكم علي جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم هذا اسمه عمر لقب هاشما لأنه هاشم الثريد لقومه أطعم الناس ثريدا والناس في اقتمجاعة ولذلك يقول له الشاعر عمر العلا هاشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف هذا السؤدد هذا ولذلك يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم لولا المشقة كان كل الناس سيدا لكن لا لا يكون سيدا إلا من يتقحم الغمرات الجود يفقر والإقدام قتال الجود يفقر ها حاتم طائ ولكن أبو بكر رضي الله عنه يبذل المال كله عبد الرحمن عوفي ثم ماذا ثم العقب عند الله نسأل الله تعالى أن نتخلق بأخلاق الصالحين والله أعلم والحمد لله رب العالمين جهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال هدى للناس وبينات من الهدى والقرقان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر